العالم في مواجهة متحور بي اي اتنين فاصلة ستة وتمانين الجديد الأشد فتكا من كورونا اعرف أعراضه حالة من الفزعة تنتاب العالم بعد إعلام منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد من سلالات كوفيد تسعة عشر وحسب تصريحات مسؤول بارس بمنظمة الصحة إن المتحور الجديد اللي أطلقه عليه بي اي اتنين فاصلة ستة وتمانين أشد تطور من فيروس أوميكرون وسريع الانتشار أضعاف المعتاد علشان كده أطلقه عليه إعلاميا اسم أوميكرون الشبح وإنه تم رصد حالات مصابة به لحد الآن في سويسرا وجنوب إفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة والدنمارك الفيروس الجديد بي اي اتنين فاصلة ستة وتمانين لأكتر من المتحور لكن الأشد خطورة هو متحور جي اف اكس الجديد لأنه لي أكتر من خمسة وتلاتين طفرة في أجزاء رئيسية في هيكل الفيروس اللي بتتساوى تقريبا مع متحور أوميكرون اللي تسببت في حالات وفاة قياسية حول العالم إلا أن العلماء أكدوا برضو أنه صعب يتسبب في حالات وفاة زي اللي حصلت مع أوميكرون في السنين اللي فاتت ودل إن اللقاحات الوقائية المحصنة اللي انتشرت في جميع أنحاء العالم عملت حالة مناعية تخفف من تأثيرات المتحورات مش بس كده كمان أكدت رئيسة المختصين الفانين بكوفيد 19 بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرغوفا إن المتحور في مرحل الأولى من الانتشار وأعداد المصابين بي قليلة لكن متوقع في آخر سنة 2023 تزايد في الأعداد وده بعد رصد الحالات المصابة حوالين العالم في أماكن متفرقة وده بيأكد سرعة انتشاره واللي سببه هو تراجع مرأب التفشي المرض بالعالم يعني بالضبط نفس سبب انتشار كورونا في السنين اللي فاتت واللي غالباً حيتسبب في انتشار متحور جي اف اكس الجديد طب لو جالك دور برد تعرف إزاي إنه متحور جي اف اكس الجديد ولا متحور أرس أقول لك يا سيدي أعراض متحور جي اف اكس الجديد ارتفاع شديد في درجة الحرارة وسيلان في الأنف وحال التعب وإرهاق جسدي غير محتملة وده الأعراض الأساسية للمتحور الجديد أما لو بتعاني من التهاب بالحلق وسيلان بالأنف أو انسداده أو العطس والكحة سواء كانت جفة أو رطبة والصداع أو تغيير بالصوت يعني الصوت يبقى جاش وألام في العضلات فانت مصاب بأعراض متحور إرس طيب لو فعلاً حصل ده معايا أعمل إيه؟ أقول لك أول حاجة لازم تعزل نفسك عن باقي أفراد أسرتك تاني حاجة هتطلب الصيدلية وتوصف حالتك والطبيب المختص هيبعت لك العلاج المناسب لك أما لو اشتد عليك التعب هتتوجه لأقرب مستشفى متخصص وإنت لابس الكمامة أو تطلب إسعاف لنقلك لو الحالة أشد ولأن الوقاية خير من العلاج هنرجع تالي للفس الإجراءات الاحترازية اللي تعودنا عليها من لبس الكمامة في الأماكن العامة وتعقيم الإيدين بالكحول ولو أنت من كبار السن أو بتعاني من ضعف المناعة فنبعد عن التجمعات ويستحسن المكوث في البيت وعدم الإختلاط